بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة اكسسوارات مدام ويدة بحييكم وازاي بيتعاملوا معاها تعالوا نشوف اثار الامهات النرجسيات على ابنائهم اول حاجة بشوف ان دايما ابناء الام النرجسية بيشعروا بالقلق والخوف ويبقوا حيشين في الرعب وعدم اطمئنان لاي حاجة اي هزة تواجههم اي مشكلة بسيطة تفقى بيبقوا خايفين ومش مطمئنين حاجة كمان بلاقيهم بيميلوا دايما لصحبة الاصدقاء النرجسيين اللي هم عندهم نفس صفات اموم النرجسية بمعنى ايه يعني لو نيجي ناخد رأيهم فحاجة يقولوا طب اسألي فلان اسألي علام لانهم مش حاسين ابدا بالذكة في نفسهم لانهم دايما في البيت بيرجعوا لامهم نعمل ايه نقول ايه يعني ملهمش رائي لان ومهم دي دايما ديكتاتورية يعني مش بتعلمهم الصح من الغلط وعايز اقول لكم كمان يا جماعة ان صفة النرجسية الصفة دي متأصلة في ناس يعني فيه ناس بيكونوا نرجسيين مية في المية وتكون الصفة واضحة عندهم وفيه ناس بيكونوا نرجسيين بنسبة متفوتة يعني حد يكون نرجسي بنسبة كبيرة حد يكون نرجسي بنسبة اقل لان النرجسية دي والحمد لله ان هي نسبية وليست مطلقة ودولة اللي بنقول عليها النرجسية الخفية عايزة برضو اعرفكم حاجة ان فيه فرق كبير بين الام النرجسية والام الحقيقية او الطبيعية هم اللي اتنين بيشتركوا في حاجة في ايه انهم بيتدخلوا في شؤون اولادهم بس فيه فرق الام النرجسية لما بتتدخل في شؤون ابنائها بيكون بغرض انها تنكد عليهم وانها تتعبهم وانها تعذبهم علشان تاخد منهم التمويل النرجسي اللي هي بتتغذى عليه لان هي شايفاهم اشياء شايفاهم اغراض مش شايفاهم اشخاص ما لهمش مشاعر ما لهمش احساس مش مهم ابدا عندها هم سعدة ولا لا رغم انهم اولادها وجيين من رحمها يعني مفروض تتصف معهم بصفة الرحمة فدي الام النرجسية اللي بيكون كل هدفها ازاي تعذب اولادها والسيطرة عليهم اما بقى الام الطبيعية بيتكون عندها الرحمة عندها الحنان عندها العطاء من غير شروط والحب طبعا عندها دي بتطلع اولاد طبيعيين واسقين في نفسهم مية في المية لما بتتدخل في شؤون اولادها بيكون بغرض انها تطمن عليهم انها تعلمهم الصح من الغلط وطبعا لازم نغلط علشان نعرف ايه الصح يعني مثلا انا كامة طبيعية لو ابني غلط في حاجة بفهم وبسأله هو ده غلط ولا صح انت اقول لي رأيك ايه طبعا ابني لو مش خايف مني هيقول رأيه بصراحة وهيقول لي ده غلط عشان انا عملت غلط انا اسف في الحالة دي انا اطبطب عليه واحدة وايه واقول له طيب يا حبيبي يا ابني ما تعملش كده تاني هيحس بالثقة ويحس براحة ناحيتي لو وجده اي مشكلة هيجي يقول لي لانه عارف ان انا مامته عايزة يكون احسن مني يكون احسن واحد في الدنيا كلها بعكس الام النركزية النركزية دايما تصد منها دايما تقتل احلامه تقتل رغباته لان كل اللي يهمها هي بس هي بس اللي بتشوف الصح هي بس اللي بتشوف الغلط هي اللي كلامها دستور لازم يتنفذ كاوامر وما يصحش ان احنا نتعال عليها ما يصحش ان احنا نتناقش معاها او نجادلها ده صح يا ماما ده غلط لا ناخد كده اوامرها مسلم بيها طبعا دي بتكون ام ديكتاتورية والعلاقة بينها وبين اولادها بتكون علاقة سامة تعالوا نشوف بقية اثار الا اولاد الام النرجسية تالت حاجة دايما يشعروا ان هم مستانوا متزوجين يعني الابن ابن المرأة النرجسية بيحس دايما ان مراته وتعمل له مؤمرة ان حماته اتنكد عليه ان كل الناس بيضايقوه ايه عشان هو حاجة مهمة قوي فالكل بيعمل له مؤامرات الكل مستهدفه ودايما يرجع لمامته في كل حاجة ده اللي بنقول عليه ابن امه دايما بيفشل في جوازه كمان بلاي ابناء الام النرجسية بيلجأوا احيانا الى تعاطي المخدرات وتعاطي الكحول علشان يتخلصوا من الاكتئاب اللي هم فيه لانهم دايما في كل وقت حاسين بالاكتئاب نزم ناحية امهم حاسين انهم عملوا حاجة غلط حاسين انه امهم زعلانا وغطبانا عليه وانهم هيدخلوا النار مش هيدخلوا الجنة بسبب عدم رضاها لانها دايما شايفاهم غلط دايما بشوف اولاد المرأة النرجسية دايما بينتقدوا نفسهم بنفسهم ويتعاملوا مع نفسهم بطريقة سلبية بطريقة انهم ليس من حقهم انهم يستمتعوا بالحياة انهم دايما غلط انهم دايما ما بيعملوش حاجة صح تفكيرهم غبي لان كلمة غبي غبي اللي بيسمعوه دايما من امهم غلصت رسخت في عقلهم الباطن فدايما حاسين بالزمد ومش واسقين في نفسهم كمان لما بيجي الابناء المرأة النرجسية بيدخلوا في علاقات عاطفية بحس انهم مش عايزين يدخلوا فيها خايفين منها ودايما بيتجنبوا الدخول في اي علاقة ودايما فشلين في زواجهم لانهم بيحسوا ان فيه مشاكل كتير هتحصل بينه وبين الاطراف الاخرى اللي في حياته ودايما بيميلوا للوم الزات وجلد الزات ولوم النفس الدائم لان امه عودته انه بيكون شماع يعني ايه يعني دايما اضممته لما بتحصل اي حاجة غلط في البيت بتعلق على شماعة الابناء دايما هم السبب في الغلط هم السبب في المشكلة هم السبب في اي حاجة حصلت لهم في المكان في الوقت ده يبقى بالطريقة دي هم ايه الشماعة بتاع اللي بتلك عليها اخطاقها دايما حاسين بالتحقير حاسين بالاهانة والمهانة ليه لان دايما عايزين يرضو امهم النرجسي لانه امهم بتعلمهم كده ان هي دايما غضبانة لان هي اصلا مش وثقة في نفسها فبالتالي مش وثقة فيهم فبتحسسوا انهم غلط في كل وقت انهم ما بيعملوش حاجة صح انهم ما يستحقوش انهم ما يعيشوا كويس او يتصرفوا من نفسهم لازم يرجعوا لها في كل كبيرة وصغيرة كمان بلاحظ ان الابناء بيعانوا من انعدام الثقة بالنفس لانهم دايما متعرضين للنقد والتجاهل والسخرية من امهم النرجسية كده طبعا احنا عرفنا ان الام النرجسية هي عدوة حقيقية لابنائها والبناتها طبعا بتضمر بناتها اكتر ما بتضمر اولادها لان هي بتبقى علاقة سامة ما بتكونش فهمة ان هي بتعامل اولادها دول معاملة اشخاص او ناس لهم حقوق وعليهم واجبات لازم يطيعوا ربنا لازم يطيعوها هي في حدود الصح مش الحدود الغلط هي ما بتفهمش كده هي فهمة ان اولادها دول اشياء خاصة بيها موجودين علشان اسعادها وبس دلوقتي هنشوف ازاي بيتعامل الابناء مع الام النرجسية اول حاجة عايزة اقول لأي ابن او اي بنت امها نرجسية عايزة اقول لأولاد الام النرجسية اه مطلوموش انفسكم علشان انتو مش قادرين تحبوها انتو مش مطلوب منكم ان انتو تحبوها المطلوب منكم ان انتو تحسنوا اليها يعني تعملوها بالاحسان وتكسبوا رضاها وتحاولوا تردوها عشان تردوا ربنا يعني بلاش تعقوها ولكن برواها على قد ما تقدروا كمان ما تعرفوهاش مشاعركم الحقيقية يعني ما تقولوهاش ان احنا بنكرهك او بنحبك يعني بتحس كلموش عن مشاعركم خالص لان هي لو عارفت شعوركم الحقيقي بتكرهوا ايه بتضيقين من ايه زعلانين من ايه دي حاجة بتفرحها وبتسعدها وهي اصلا عايزة تسمع كده عايزة تعرف ان انتم عايشين في مشاكل على طول عايزة تعرف ان انتو بتتقلموا ان انتو بتتعذبوا لان هي اصلا مش هتتعاطف معاكم ولا هترحمكم فبلاش تكلموها عن مشاعركم الحقيقية تكلموا معاها في اي حاجة تخصها يعني مثلا تكلموا معاها في المواضيع اللي تهمها زي ايه 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 اكيد هتكون بتحب المسلسلات والافلام الدرامية لان النرجسية اصلا بتعشى الدراما فانتو تتكلموا معاها على المسلسل على الفيلم على اي حاجة مواضيع عامة يعني بعيدوا عن مشاعركم وعن اسراركم واسرار اولادكم ان كنتم اشخاص كبار ومتزوجين وبعيدوا عن اسرار ازوادكم واسرار زميلكم واسحقكم لان الحاجات دي هي بتدمرها بتدمر هي العلاقات دي ولازم كل حياتها تشوف ابنها بيتعذب وبتقلم قدامها علشان تاخد تمويلها انرجسي لان هي ما هياش ام طبيعية دي ام مريضة او عندها اضطراب في الشخصية يعني عندها انحراف خلوا بينكم دايما وبينها حدود حتى لو كنتم عايشين معاها في نفس البيت يعني لسه ما استقلتوش عنها وروحتوا في بيت جديد يعني تجوزتو وانتو في البيت معاها اتجنبوها تجنبوا لان انتو تعودوا معاها فيست وفيس او وش الوش ابيضوا عنها يعني مسلا ممكن لو انت بنت او انت ولد ادخلوا في قوضة وقفلوا على نفسكم وشوفوا اصحابكم وكلهم مع زميلكم وعملوا باسورد للموبايل بتاعكم علشان ما تتجسس عليكم وتعمل لكم مشاكل وتجنبوا كمان الاستضام معاها وخصوصا لما تكون غضبانة في لحظة ثورتها وغضبها لانت عارفين ان غضب الام الانرجسية بيكون بشع ممكن تكسر الحاجات اللي قدامها ممكن تضربكم بيها ممكن تدعى عليكم صوتها العالي وتسرخ وتزعى علشان الجيران يحضروا ويسمعوا وتعمل فضيحة طبعا اي لما بنشوف ام تتخاني مع ابنها الجيران لما بيجوا ما بيسمعوش الابن ويعرفه هو عمل كده ليه دايما بتكون هي استفزته او نرفزته وعملت حاجة تدايقه وما تعرفش طبعا ان هي المشكلة لأ هي ضحية وهي مسكينة وابنها ده ولا ضعاك مش كويس بيعملها وحش بيسقل معاملتها شوفوا يا ناس انا بعمل ايه وهو بيعمل ايه دايما الانرجسية بتحب كده حاولوا تسألوا عنها دايما بالتليفون بعتولها ميسج بعتولها صور ما تعرفهاش دايما ايه انا حقللوا من تواجدكم معاها آآ وبعدوا عنها واخفوا عنها اخباركم وكمان حاولوا ما تتواصلوش معاها على السوشال ميديا علشان ما تعرفش اخباركم وتعمل لكم فضايح عايزة اقول لكل ابن وكل بنت آآ اللي عنده ام نرجسية ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله لما تصبروا عليها وتتعاملوا معاها كويس بما يرضي الله ان شاء الله بتؤجروا عليها عايزة برضو اقول نصيحة لأي ام نرجسية سواء كانت كبيرة او صغيرة آآ انا عارفة ان هي مش هتحب تشوف الفيديو بتاعي ولا هتسمعوا وممكن تشتمني مش مهم المهم ان احنا بعارفين من هي الام النرجسية وازاي نتعامل معاها عشان نتجنب ازاها عايزة اقول لك نصيحة مهمة يا ام يا نرجسية اتقل الله في اولادك اتقل الله في زوجك اتقل الله في كل زميلك وصحابك والناس اللي عايشين في المجتمع معاك انت مش عايشة لوحدك وانت مش احسن واحدة مع كل الناس بالعكس انتقل واحدة فيهم حاولي كده تقربي من نفسك وتقربي لربنا وتكفري عن زنوبك وعايزة افاهمك حاجة انت دلوقتي مستقوية وعندك القوة بصحتك بشخصيتك عشان انت لسه شباب او لسه صغيرة فانت كده بتخسري انا عايزة اقول لك حاولي تزرعي حب علشان تحصدي حب لان انت هتحتاجي اولادك في يوم من الايام لما تشيخوها تجيلك ولما تجبري في السن والامراض تهجم عليك ساعتها تحتاجي الاولادك يكونوا معاك ويعملوك بالمحبة طب ازاي وانت ما عملتهمش بالمحبة وهم اطفال ازاي انت ما رحمتهمش عايزةهم يرحموك ده في الدنيا طب انا عايزة كمان لما تكون تموت كده بعد عمر طويل عايزةهم يترحموا عليك تفتكر هيترحموا عليك هيقول الله يرحمك يا ماما تعبتي علشان ربتينا كويس عايشتينك كويس بالعكس مش هيترحموا عليك ولا حاجة يبقى انت كده ظلمت نفسك في الدنيا والاخرة فحاولي تزرعي حب وسعادة مع اولادك اللي هم اصلا سروتك الحقيقية علشان تحصدي نجاح وتحصدي حنية وتحصدي رحمة لما تجبري في السن ولما تقابلي رب العالمين هيسألك طبعا عملت ايه مع اولادك لان دولا هعطاء من ربنا رزق ربنا هعطاك رزق ازاي تحافظ عليهم ازاي تعاملهم كويس انت هتتسئل عليهم فانا بنصحك نصيحة ام زيك ونصيحة واحدة ست زيك بتمنى ان انت تقبل النصيحة وتعملي بيها وبكده الفيديو بتاعنا يبقى انتها النهاردة وبحبكم في الله وبتمنى انه يعجبكم وحبيب اللي لسه مشتركوش اتمنى انهم يشتركوا ويشيروا الفيديو مع حبيبهم ويفعلوا الجرس على الكل وبحبكم في الله ومعك سلام شكرا